بعض أهلنا بيسيب إيديهم خالص بقى بيقولوا وكأنه بيعمل إيه بيعمل عقاب يعمل إيه بدل أنت عايزة اختيارك وعايزة تبقى راجل وكده طب يلا يا سيدي يلا يا سيدي إيه بقى يسيبوا خالص من مرة توجيه وهذا من الصحيح ده ما يبقى أشتر به ده يبقى تخلى عن الدور فيحصل إيه فيفخل الأولاد الأساسي اللي عليه يبنوا خياراتهم في الحياة وحده يقول يا غلبتنا يسيب أولادنا؟ لا ما قلتش يسيب أولادنا وهنا لازم نروح إلى أكستريم لازم نقدم النصيحة فيه فرق من تقديم النصيحة وأفضل الأباء هو اللي بيعرف الوقت اللي بيتحول فيه إلى مستشار مش إلى مدير ولا إلى رئيس لكن الامتة هيتحول إلى مستشار تعويض أولادنا يا سادة على الاختيار واتخاذ القرار من صغرهم هو اللي بيحصنهم من القرارات غلط اللي بيكون من بعه في بعض الأحيان التمرد والعناد والهروب من الضغط اللي عليهم شوف الجمال اللي عملوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس شوف حضرت النبي هو بتكلم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يقول على سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين كلام واضح إنه هو بيبشره بإنه هو هيقدر ياخد قرار ويقدر يتعامل مع كل القرارات اللي عنده بشكل صحيح وبشكل فعال أكبر دعم لندوق أولادنا هو إن إحنا ربيهم من صغرهم على إن الاختيار مش رعب إن الاختيار مساحة محترمة مهمة مساحة محترمة يعني محترمة خصوصيتها مساحة محترمة يعني كل الناس هيشوفوها ويحترموها ويدعموها هي مش مساحة مرعبة ما تعلموش أولادكم إن الاختيار مرعب إحنا الاختيار كان مرعب عندنا لإنه حاشنا الخوف خلوا أولادكم يحسوا إن الاختيار ده طاقة إنسانية وإن الاختيار واللي بعده هو ده الحياة الحياة هي اختيارات والإنسان فيها بيعدل وبيحسن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا وفوق كل ذي علم عليم لما ربيهم على إن الاختيارات وقرارات الصغيرة يعملوا إيه؟ يقدروا ياخدوا الاختيارات الكبيرة